موسيقى موسيقى سواء تحت تقدير كلي او تحت تقدير عمومي والجميل في كده كمان ان احنا مش مجرد التهابات الجيوب عنفية بس او الزوائد اللحمية اللي هي بتعتبر مضاعفات لحسية الانف لا دلوقتي بقى في عمليات كتير ابتكرت بعد شغلنا بالمنزار لجراحة الجيوب عنفية منها جراحة الغدى النخمية جراحة القناة الدمعية عندنا ترقيع لما يكون فيه السائل النخاء الشوكي فيه مشكلة بينزل من الانف الحاجات دي يعني عمليات كانت زمان بتعامل عمليات كبرى دلوقتي بتعتبر عمليات سهرة بالنسبة لتدخل المنازير الجبنفية فيها وبرضو بانصح المرضى ان مشكل كل مريض جيوب عنفية الالتهابات جيوب عنفية بيحتاج جراحة بيحتاج تدخل بالمنازير لا احنا لازم نبذل محاولة الاول محاولة جيدة للعلاج الطبي ندي فرصة للعلاج الطبي المتكامل ودوت بيخليني اتطرق برضو لاستخدام الكورتزون اللي هو بيعمل او عامل فوبيا عند المريض المصري هو بصراحة الكلمة اللي دايما بيقولها ان الكورتزون دواء محترم لمن يحترمه يعني لازم نهار ما ااخد كورتزون كمريض لازم يبقى اندر سوبر فيجن تحت اشراف كامل لطبيب متمرس في هذا الامر وعلشان ااخد خير الكورتزون ماخدش شروره لكن طبعا الكورتزون مش شرور على طول لا خير على طول بس يستخدم تحت اشراف طبي مش مجرد نصيحة مريض لمريض وشكرا جزيلا